ما هو السلوليت وكيف يمكننا التخلص منه؟ شوف عزايا بالنسبة للسلوليت دوسوم السمنة شو نفرق عن السلوليت شوف السمنة شو حوم تحت المنطقة الجلدية الجلد تدور جلد الإنسان تخين تبدي من البشرة الأدمة وتحتها تبدي شو حوم لكن من نفس الوقت أكو داخل البشرة شوفوا داخل البشرة نفسها هاي الأدمة تنتهي شو حوم تبدي مننا هنا داخل البشرة نفسها شوفون أكو خلايا شحمية موجودة لكن نايمة خافت هاي الخلايا الشحمية طبعا خلايا الشحمية الخلية الوحيدة في كل جسم اللي تبلغ عددها 350 مليارد من الخلايا صغيرة الحجم لكنها تستطيع أن تخزن 500 مرة بقت حجمها يعني شنو يعني تستطيع إذا كانت صغيرة لأنه صغيرة تستطيع أن تكبر إلى ما حد 500 مرة شوف الآن هاي المنطقة تحت داخل الجلد هذا قلت لك الجلد مننا يبدل هنا هاي بشرة هاي الخلايا من تكبر فارق عن شون تميز السمنة عن الشسم إنه الجلد يصير غير منظم شوفوا جلد صاعد نازل صاعد نازل هاي أكو عدنا ممثلات ما يقبلون ياخذون صور على البحار ليش لأنه عددهم سلوليت الجلد مالتهم معنكره كلها صاعد نازل هاي عندنا نساء بالبيوتهم موجودتهم هاي الحالة وسببها يعود أكثر شيء طبعا بالرجال ما موجود بالرجال ما موجود والسبب في ذلك أنه يقلل ارتباط مباشر بموضوع الهرمونات النسائية الهرمونات النسائية تحسبا لحمل وتحسبا لرضاعة تبدأ تخزن الشحوم في المنطقة الجلدية فبما أنه راح تخزن الشحوم فرح تصير هاي المنطقة لذلك هاي نقول بالرياجين ما موجودة بالنساء طبعا ليه التخصيص خليه أقول لكم هذا التخصيص ما ينسل هذا الوسط هاي المنطقة هاي الحالة هاي متوخرة عملية التخصيص يعني إذا كان عندك مجاعد منطقة معينة وشون يعرف دكتور عدنا السلوليت لو لا كلش سهله ساني أعلمكم هاي الساعدين ثوبتش الدوسين هيتشي الدوسين هيتشي إذا شفتي منطقة كلها مسطحة حلوة ماكو مشكلة يعني ما عدي السلوليت إذا شفتي منطقة صارت بتجعودات حسب هاي السلوليت عديش فكلش سهل أصلا نقر يصير صعود نزول يصير به بس اتي هاي تجين إيدك تخلي يعني الرجليك تجمعيها هاي شوفين إذا صارت نقر هاي هاي السلوليت وإذا ما عديش نقر ما عديش سلوليت طبعا هذا السلوليت ما ممكن علاجه بالحمية الغذائية هاي بيها الطارق خاصة وبيها أجهزة خاصة وأني كاتب بالكتاب مالي معجزة للبدينين كاتب تفصيل عن هذا الموضوع اشتركوا في القناة